السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى ان كلكم تكونوا بخير واهلا معكم في فيديو جديد على القناة. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن ارخص خمس كروت شاشة بسعر عالي من الف جنيه. وفي الفيديو دوت بطول السلسلة بتاعت كروت الشاشة. بحاول ان انا جايب لك افضل كروت بتقدم لك اداة بالنسبة للسعر. علشان كده هتلاقييني سيبت الكروت كتيرة. وما هتطهاش في الفيديو بتاع النهاردة. علشان سعرها غالي بالنسبة للأداء اللي بتقدمه. او ان هي مش منتشرة ومستهلة تلاقيها. والفيديو بتاع النهاردة يكون كل اختبرات في الالعاب. علشان كل كارت هكلمك عنه وعرض لك اختبر لي في شوية الالعاب. وكمان هقولك عيوب ومميزات الكارت دوت. لان في كروت في القيامة اللي احنا هنتكلم عنها. بيكون استلاكهم بالطاقة عالية شوية. وهنتعرف على كل الكروت ديات في الفيديو بتاع النهاردة. خلينا نبدأ باول كارت شاشة اقتصادي معنا. وهنبدأ الكارت دوت تم اصدره سنة الفين وتلاتاشر. وممكن تقال لك الكارتة برضو باسم تاني اللي هو اتش دي تما تلف خمسمائة وسبعين. والكارت دوت يعتبر من روش عيوب بالسعر دوت. يعني بيقدم لك اداء ممتاز جدا ان تتوقعه من كارت بتلتمية وخمسين لربعمية وخمسين جنيه. وهعرض لك الاختبار بتاع الكارت دوت مع الكارت اللي جاي. بحس ان انت تشوف مكرنة ما بينهم ووفر عليك برضو في الوقت. علشان الفيديو ما بيبقاش طويل. وبنسبة الكارت التاني اللي معنا وهو الجي تي اس روبو مية وخمسين. واللي سعره حالين سبتمائل تقوم مية وخمسين جنيه. والكارت بيجي بواحد جيجا في رام. جي دي دا ار فايف. والكارت متوفر في السوق باكتر من نسخة. ومن ايوب الكارت هو الاستلاك العالي للطاقة. لانه بيستعلك مية وستة وطل واحده. وبيحتاج بار تلتمية وطل على الاقل عشان يشتغل. غير كده الكارت اداء ممتاز جدا. وخلينا نشوف مكورنا بالكارت دوت والكارت اللي فات. وطبعا الكارت اللي فات سعر عرخص فهي بقى اهل في الاداء. بس انا بعدد لك الاختبارين مع بعض عشان تشوف فاليا الاداء قد ايه? اشتركوا في القناة 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 اشتركوا والكارت اللي بعده وهو الجي تي اس خمسومية وخمسين تي اي واللي سعر ثم ممائة خمسين لتسوائمات جنيه واللي بيجي بواحد جي جا في رام جي دي ده ار فايف واللي اعتبر بيقدم اداء قريب جدا من الجي تي اس ربعمية وممائة خمسين وهو بديل يعني لو ملاتش الجي تي اس ربعمية خمسين وخلينا نشوف اداء الجي تي اكس خمسومية خمسين تي اي مع بعض وشوية اشتركوا في القناة والكارت اللي بعده وهو الـ HD6850 اللي بيجي بواحد جي جا في رام برضه وهتلاقيه مستعمل في السوق بسعر سبعمية وخمسين لألف وخمسين جنيه والكارت بيستالك مية سبعة وعشرين واط الواحده وممكن تشغاله على بور بداية من تلتمية واط وهاردك دلوقتي اداء الكارت في شوية العاب اشتركوا في القناة والكارت الاخيرة اللي معنا وهو الـ GTX 750 اللي هتلاقيه بسعر تسعمية لألف وخمسمية جنيه وحططته هنا في الفيديو عشان انت ممكن تجيبه بسعر تسعمية لألف جنيه ممكن تلاقيه يعني بالسعر دوت في السوق وبيجي بواحد جي جا في رام جي دي دا ار فايف واللي بيميز الكارت دوت ان هو بيستال خمس وخمسين واط وممكن ان هو يشتغل على بور ميتان وخمسين واط من غير مشاكل والكارت كمان بيقدم اداء كويس جدا بالسعر دوت وكنا تكلمنا عنه في تجمية التالت تلاف جنيه وخلاني نشوف اداء الكارت دوت مع بعض وممكن تلاقي اختلافات ان الكارتة بيبان اقوى من الكارتة التانية في الاختبارات بس ازوت علشان زي ما انتوا عارفين الكارت مش معايا عشان اجربها بنفسي فانا بلجع الاختبارات موجودة على الانترنت بعد اجمع يعني اختبارات من اكتر من اكتر من الاختبارات المكان فالاجهزة المستخدمة في بنشمر وكمان الاعدادات بتبعى مختلفة من جهاز لجهاز لكن ترتيب الكارت زي ما رتبتهم لك في الفيديو كده من الاضعف للاقوى بشكل تصعودي ودورت كانوا خمس كارت شاشة تحت السعر الالف جنيه وهيقدموا افضل اداء من وجهة نظري وهنا بنستخدمهم في التجمعات اللي جاية وبس كده يا صاحب داوت كان فيديو النهاردة اتمنى اكون الفيديو وافايا داك وعجبك ولو عندك اي سبستوار اكتابولي في كومنت واستنون ان شاء الله في فيديو تاني قريب وسلام